خلينا نروح للانتخابات الأمريكية برضو السوشيال ميديا الاختلاف جامد جدا على الرأي ان مين هيكسب الانتخابات هل هي كاميلا ولا ترامب انت ايه رأيك بصي هو وجود ترامب بتاني دفحت ذاته شيء عجيب نخلناش نفكر مزبوط واحد يخسر ويخسر خسارة صعبة بس كشخصية متوقعه برضو شوية هو شخص غريب شفتي من يومين برضو أو تلتة يام طلعهم لترامب عمل عملة فضية حط عليها وشه وقال انه هيبيحها بمية دولار رغم انها طبعا سعرها كفضة بتكلف اقل من كده فوها ترامب شخصية مين هيفوز اخر استطلاعات بتكلم انه الفرق ما بينه اتنين في المية فمحدش يقدر يعرف مين هيفوز طب احنا كعرب احنا انهي احسن لنا ان هو يكسب ولا مفيش هو في العادلة مفيش بس احنا مثلا في فترة ترامب كان في تفاهم اكتر ما بيننا ما بين الادارة عندنا والادارة عندهم اكيد كانت احسن من الجمهوريين بنعرف نتفاهم معهم اكتر من الديمقراطيين لو تقولي لي مين فيهم لأ يعني هو الاتنين جايين ينفذوا اجندة والاجندة بتاعتهم فيها قيمة مصالح قيمة مصالح دي احنا مش في اولوياتها هو الفكرة ان في حد ممكن يكون جريء اكتر بس اقولك حاجة دايما تتوصلي في الاتفاق مع الشخص اللي يبدو انه فضى اكتر لانه هو مش محتاج انه يلون كلامه يعني احنا لما عملنا معاهدة السلامة احنا عملناها مع حزب اللي كود اللي هو مفروض يعني حزب متشدد بالضبط لانه المتشدد هو بيبقى قدام الناس وده الحزب اللي اصلا منه نتنياهو المتشدد بيقول انا اصلا يعني هو مش محتاجي يبرر للناس افعاله لانه هو معروف انه هو اصلا متشدد فلما يعمل خطوة جريئة الناس بتقبالها اكتر من شخص هو اصلا يعني معلش بتاع فبالتالي بيبقى خايف ياخد موقف جريئ لانه هو اصلا معروف عنه انه هو مهادم ويبقى خايف على مصالحه اكتر فترام قادر انه ياخد قرارات اكتر جرأة في مصلحتنا اولا يعني الله اعلم بس ترام مثلا ساعة مشكلتنا مع اسيوبيا كان موقفه داعم لنا اكبر اكتر بكتير من بايدن بعد كده يعني احنا كان عندنا قوة اكبر وعمل المفاوضات عنده واستضافهم وبعا كده شوفنا الاتصال اللي عامله مع رئيس الوزراء الاسيوبيا يقال ان مصر من حقا انه ممكن تضرب يعني الرجل يتكلم بطريقة مختلفة ولانه هو عنده مش عايز اقول حتة مجنونة بس عنده حتة كده غريبة فبهم ما بيقول حاجات غريبة الناس بتبلحك لانه هو كده